مستمرين في عمليات المراجعة والنهاردة إن شاء الله بنكمل مراجعة البيولوجية الجزائية وده آخر جزء موجود عندنا في الباب التاني أو الجزء الأخير من الكتاب حنتناول في حلقة النهاردة مراجعة بتشمل مجموعة من الأسئلة متنوعة فيها أفكار مفهاش تكرار عشان نبقى مستفدين من الأفكار كلها ونبتدي بأول سؤال حوالين موضوع المحتوى الجيني والتفارات يعني وإحنا بنراجع مش بنراجع جنرال عام كده على المنهج لا إحنا بنقسم المنهج أجزاء وفي كل جزء بنبتدي نجاوبه أو نحط عليه مجموعة من الأسئلة بنفسرها مش بس بنجاوب عليه السؤال أولاني بيقول ما التركيب الكيميائي للنيكلوسون لازم تبقى عارف أن فيه 3 مراحل في تكسيف جزيء جي إني إيه بعد ما بيكون جي إني إيه وهو عبارة عن جزيء مزدوج طويل جداً لدرجة قيص طوله إلى 2 متر أصبح 1 على 100 ألف ممكن 1 على مليون كمان من طوله الأصل خلال عمليات من التكسيف المعقد فالمرحلة بتاعة النيكلوسومات هي أول مرحلة من التعقيد فبيقول إيه التركيب للنيكلوسوم؟ تركيب الكيميائي للنيكلوسوم حاجتين 2 بروتين من النوع الهيستوني وده نوعه كله تركيبي وكلكم عارفين طبعاً الدي إني إيه والدي إني إيه اسمه إيه بقى؟ اسمه حمض نوع ديوكسي ريبوز عشان كده لو حبينا نجاوب حلاقي بالفعل التركيب الكيميائي للنيكلوسوم هو عبارة عن بروتين هستوني وحمض نوع ديوكسي ريبوز بينما البدائل الثلاثة ألف وجيم ودال لا تصلح أن تكون تعريفاً للتركيب الكيميائي للنيكلوسوم